تلاحق الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في مصفى الشنافية الواقع غربي محافظة القدسية حيث كان آخرها قرار الحكومة في بغداد رفع أسعار المشتقات النفطية التي تزود معاملهم بمدة النفط الأسود احتجاجاً على ذلك خرج العشرات من أصحاب معامل الطابوق في تظاهرات ضد قرار وزارة النفط الأخير الذي أدى إلى توقف جميع معاملهم عن العمل بسبب التسعيات الجديدة التي وصفوها بالمجحفة ارتفاع الأسعار النفط رفعت أسعار الطابوق توقفت المعامل عزلت لأنه ماكو محاد ماكو لا يمشتري لأنه لاتب الموظف خمسمية وصير طابوق بستمية مين يجيبوا يشتري إذن بقت المعامل صار ساكتاً المعامل ماكو لا بيع ولا مشتري عوالي انتهت ماكو وقفتنا بالشارع حي ما نطلحنا اليوم منها واحدة سويت نحل الحكومة المركزية المحلية ما لها أي دور وبدلا من أن تسعى الحكومة في بغداد إلى رفع انتاجية المصانع وتشجيع الصناع المحلية العراقية يرى المتظاهرون أنها تضع العصي أمام عجلة التقدم في البلاد عبر فرض قرارات من شأنها تعطيل التطور الصناعي والتجاري كما أن القرار الأخير الذي تسبب بتوقف المعامل عن العمل أدى لخسارة المئات من العملين لمصادر رزقهم العاملون في مصانع الطابوق أوضحوا أن توقف عملهم يربكوا حياتهم اليومية مطالبين بالتدخل لحل أزمة ارتفاع أسعار الوقود من أجل استئناف عملهم فيما لجأ آخرون للتهديد في حال عدم تلبية مطلبهم حيث هددوا بقطع الطريق الواصل بين المصفى وبقية المحافظات ولا يتعامل معكم وقاعد يتعامل هنا بتعامل يهددوننا بالقوة والسجين ويهددوننا بتهديدات غير لها قبينة كشعب ما مضامين ويهدد ما قد راح تصير مشكلة هاش إذن فإن معاناة أصحاب المعامل والطبقات الكادحة مرشحة إلى مزيد من التدهور في ظل الإهمال الحكومي الذي تواجه الصناعة المحلية في العراق ترجمة نانسي قنقر